الفاف بانتظار خطوة من أوليس لضمه للخضر صراع مثير بين عمالقة أوروبا لخطف موهبة جزائرية شيبيانيل الثناء من مدرب فرانكفورت ويصفه بيئة المذهل بنع روسيا تعفى من الإصابة ويعود إلى تدريبات بريستور سيتي الإنجليزي لاعبا جزائريان مرشحان لنيل لقب أفضل لعب إفريقي رايان شرقي ضمن قائمة أفضل مراويغين في أوروبا وعمورا مرشح للانتقال إلى البريمير لي أهلا بكم إذن الفاف بانتظار خطوة من أوليس لضمه إلى الخضر تشف التقارير الصحفية أن لعب كريستال بلاس الإنجليزي مايكل أوليس يفكر جدين في اللعب بقميص المنتخب الجزائري خلال الفطرة المقبلة بدلا من تمثيل منتخب فرنسا وولد مايكل أوليس في إنجلترا عام 2001 لأب نيجيري وأم فرنسية من أصول جزائرية وهو مؤهل لتمثيل فرنسا أو الجزائر أو إنجلترا أو نيجيريا دولية ورغم الأنباء التي تدولتها عدة التقارير الصحفية في اليومين الماضيين أن الاتحادية الجزائرية لكورت القدم لم تطلق أي إشارة من اللعب لبدء المفاوضات وتسهيل التحاقه بالمنتخب الوطني وحسب ذلك المصادر فإن الرئيس وليد صادي سيبدأ رحلة التواصل مع مختلف الأسماء البارزة من اللاعبين مزدوجي الجنسية بهدف إقناعهم بحمل قميص المنتخب الجزائري وأبرز هؤلاء اللاعبين نجد راين شرقي لعب ليون الفرنسي ياسين عدلي لعب ميلان الإيطالي ومايكل أوليس لعب كريستال بلاز الإنجليزي وأكدت مصادر مقربة بالاتحادية الجزائرية أنه لم يفتح أي قنوات اتصال مع أوليس حتى الآن وأن ما يثار حاليا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعيد كل البعد عن الحقيقة خاصة أن اللاعب مصاب منذ مدة طاولة والأولوية له حاليا هي استعادة مستواه قبل التفكير في مستقبله الدولي وكان جاهد زفيسوف الرئيس السابق لاتحادية الجزائرية اتصل بأوليس نهاية عام 2022 بقصد إقناعه باختيار المنتخب الجزائري لكن اللاعب لم يبدأ أي رغبة في القدوم مؤكدا أن أولويته تبقى تمثيل المنتخب الفرنسي للأمال في انتظار أخذ قراره الرسمي وانضم أوليس زي صفوف كريستال براس في صيف عام 2021 قادما من فريق ريدينغ مقابل 15 مليون يورو وخاذ بقاميس الفريق اللندني 71 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلال هم 6 أهداف وقدمت 19 أساسات وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى اهتمام ماشيس سيتي وتلسي بالحصول على خدمات اللاعب الشاب سيرا مثير بين عمالقة أوروبا لخطف موهبة جزائرية يحظى اللعب الجزائري نجم الدين الرازي باهتمام كبير من قبل عدة أندية أوروبية تسعى لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وكشف تقارير صحفية أن خمسة أندية أوروبية عمالقة تتصارع من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب الجزائري الفتي والوعد والمخترب نجم الدين الرازي وسيجد ندي شامرو كروفرز من جمهورية إرلندا صعوبات جمى في الاحتفاظ بلعبه الصغير نجم الدين الرازي البالغ من العمر 17 سنة أمام الرغبة الجامحة لعمالقة ريال وأطلتيكو مادريد الإسبانيين وماشستر سيتي رفقة أرسنال وتيلسي من إنجلترا في جلبه استنادا إلى أحدث تقرير بهذا الشأن نشرته الصحيفة المحلية أيريش أندي بندنت وينشط الرازي في منصبي متوسط ميدان وصانع ألعاب وهو رياضيا تميل أسرة جزائرية من ولاية عنابة مهاجرة ومستقرة بجمهورية إرلندا البلد الأوروبي حيث أبصر النور عام 2006 وشارك الرازي أساسيا مع فريق جمهورية إرلندا أشبال في بطولة أمم أوروبا لهذه الفئة التي احتضنتها المجر في الصيف الماضي وحينها سجل هدفا وساهم في بلوغ منتخبه الدور الربع النهائي ولم يسبق للرازي أن ارتدى زي أي منتخب لفئة الأكابر الأمر الذي يسمح له بتغيير الجنسية الرياضية لاحقا شيبي ينال أثناء من مدرب فرانكفورت ويصفه بالمذهل يواصل الدولي جزائري فرس شيبي حصد الإشادة وني الاعتراف في ألمانيا بأنظر للمستويات الكبيرة التي يقدمها مع نادي أينتراخت فرانكفورت في أول موسم له في الدوري الألماني ويؤكد بأنه صفقة مربحة وسط التوقعات باستمراره في التطور مستقبلا لسيما بعد الثقة التي نالها من مدربه وجدد التقن الألماني دين طوب مولر ثنائه على نجمه الجزائري فرس شيبي عطفا على المردود البعر الذي ظهر به منذ انتقاله إلى فرانكفورت الصيف الماضي قادما من تولوز الفرنسي وخاصة في المباريات الماضية سواء في البونتزليغا أو في دوري المؤتمر الأوروبي وصف طوب مولر لعب الخضر بالمذهل مضيفا في تصريحات نقلتها صحيفة كيكر الألمانية مشيدا بشيبي وأبي المصري عمر مرموش إنه يملك إمكانيات مذهلة الآن فرس تطور بدنيا ويقاتل بشكل أقوى ويحصل على الكرة بسهولة ويصنع الخطورة إنه يملك عقلية مثالية وكان نجم الخضر فرس شيبي قد ترك بصمته فيها المواجهات الأخيرة لنجيه أينترخت فرانكفورت بعدما ساهم في النتائج المحققة محليا وقاريا إذ قاد فريقه للفوز على هوفنهايم في الدور الألماني بتقديم تمريرتين حاسمتين قلب بهما النتيجة على هوفنهايم وقاد فريقه لتحقيق فوز ثمين خارج الديار ثم أمام هيلسينك الفنلندي بتقديمه تمريرتين حاسمتين في المؤتمر الأوروبي ثم لقاء أخير أمام بوروسيا دورتمونت حينما سجل أول أهدافه مع نديه الألماني وينصب نفسه أفضل لعب في تلك المواجهة بنعروس يتعافى من الإصابة ويعود إلى تدريبات بريستول سيتي عاد المهاجم الجزائري الأصل أيمن بنعروس إلى تدريبات نديه بريستول سيتي الإنجليزي الجماعية وكان بنعروس قد تعرض في وقت سابق إلى إصابة ثانية على مستوى الرباط الصليبي ويعود أيمن بنعروس من أفضل المواهب في إنجلترا نظرا الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبان جزائريان مرشحان لنيل لقب أفضل لعب إفريقي أسدلت كونفيدرالية الإفريقية لكورت القدم السيطر على أسماء المرشحين لجائزة أفضل لعب إفريقي لسنة 2023 وضمت القائمة ثلاثين نجما إفريقي من بينهم أربعة عشر لعبا عربيا ومن الجزائر يتنافس رياض محرز ورامي بن سبعيني على لقب وضمت القائمة أربع أسماء من مصر وهم حمود عبد المؤمن ومحمد عبد المؤمن ومحمد الشناوي إلى جانب محمد صلاح وشملت القائمة ستة لعب من المملكة المغربية وهم أشرف حكيمي وعزد الدين أنحي وحكيم زياش والسفيان مربط ويحيى جيران ويسين بونو ويوسف انصيري واكتسح لعب المنتخب المغربي القائمة كونه أدى مشوارا مميزا خلال منجع القطر ومن تونس اختارت هيئة باتريس متسبي محمد علي بن رمضان وشملت القائمة ثلاث لعبين من الكاميرون وهم في نيسات أبو بكر وفرانك أونجويسا وإدمون تابسوبا إلى جانب لعبين من جمهورية الكونغو وهم في ستون مايال وشانسال مي بيمبا ويتنافس لعب من مالي على لقب الإفريقي وهو إف بي سوما إلى جانب لعبين من غانا وهما محمد كودوس وطوماس بارتايب إلى جانب برغيني سيرجو غيراسي ومن السينيغار رشحت كونفيدرالية الافريقية للعب كلا من بابي مطار سار وساديو ماني وضامت القائمة فيكتور أسيميهان من نيجيريا وبيتر شالوليل من ناميبيا إلى جانب بيرسيطاو من جمهورية جنوب إفريقيا للإشارة رشحت كاف عشر نوادي إفريقية للتنافس على لقب أفضل نادي إفريقي لسنة الفين وثلاثة وعشرين وضامت القائمة فرقا من سبع دول إفريقية بما في ذلك فريقين من الجزائر ويتنافس فريق الاتحاد جزائر العاصمة ونادي شباب الوزداد على لقب الإفريقي الثمين رايان شرقي ضمن قائمة أفضل مراوغين في أوروبا ورد اسم لعب الفرانكو الجزائري رايان شرقي في قائمة أفضل خمس مراوغين فئة دوري الأوروبي لفئة أقل من ثلاثة وعشرين سنة واستدل موقع فوتمريكاتو بحسائيات مرصد ويسكوت أن رايان شرقي اختير ضمن كوكبها من النجوم على غرار لعب برشلونة لامين بامال بالإضافة إلى جابريال مارتينيلي وأنسي كوبو إلى جانب دي برينلي ولوكا كوليوشو عمورة مرشح للانتقال إلى البريمير ليج رشح التقارير الإعلامية المهاجمة دولي جزائري محمد لامين عمورة للاتحاق بالدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة مؤكدة أنه يمتلك طريقة لعب ستساعده على النجاح في البطولة الإنجليزية ويقدم عمورة مستويات رائعة مع نديه سانجي الواز البلجيكي خلال بداية الموسم الكروي الحالي حيث سجل اللعب سبعة أهداف مع بداية هذا الموسم وما يساعد عمورة للاتحاق بالبريمير ليج هو أن رئيس نادي سانجي الواز البلجيكي هو نفسه رئيس نادي بريطن الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية انتقاله إلى النادي الإنجليزي مستقبلا ججير بالذكر أن محمد لامين عمورة انتقل إلى نادي سانجي الواز البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية غادما من نادي لوغانو السويسري بقيمة 4.5 مليون يورو وفي الأخير وصلنا إلى نهاية الفيديو لهذا اليوم لا تنسوا دعمنا بالقناة جام وتعليق للفيديو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد نلتقي في فيديوهات أخرى والسلام عليكم